اعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب عن سعادته بفوز فريق فيكتوريوس للدرجات الهوائية بالمرحلة الثامنة من طواف فرنسا بعد فوز دراج الفريق ديلان تيونز بالمركز الأول وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن الفوز بالمرحلة الثامنة يأتي امتداداً للمسيرة الناجحة لفريق فيكتوريوس للدرجات الهوائية في طواف فرنسا بعد فوز الدراج ماتيج موهريتش بالمركز الأول في المرحلة السابعة وهو مكان حافزاً للدراج ديلان تيونز الذي واصل مسيرة الإنجازات وحقق المركز الأول في المرحلة الثامنة وقال سموه لقد فعلها فريق فيكتوريوس مرة أخرى كنا على ثقة كبيرة بقدرات الدراجين وتحقيق المركز الأول في المرحلة الثامنة حيث كان التفاؤل يسود الفريق والحافز الكبير الذي حصل عليه الفريق قبل انطلاق المرحلة إثر الفوز بالمرحلة السابعة وأضاف سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة دخل الفريق بطابع كبير من الحماس والجميع كان عازماً على تحقيق المركز الأول وفعلها دراج الفريق ديلان تيونز واستطاع يسجل اسم مملكة البحرين بالمركز الأول وتمنى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة كل التوفيق والنجاح للفريق في مواصلة حصد الإنجازات خلال المشاركات القادمة ترجمة نانسي قنقر